تحطمت طائرة تركية خاصة يوم الأحد في إيران كان على متنها 11 شخصا من بينهم أحد السيدات السريات وصديقاتها وهنا في طريق العودة إلى تركيا بعد أن حضرنا حفلا للعزاب في مدينة دبي قال مسؤولون إيرانيون وأتراك أن الطائرة تحطمت جنوب إيران بعد أن حلقت من الشارقة متجهة إلى اسطنبول وهي طائرة تابعة لمجموعة الشركات التركية الخاصة المملوكة لرجل الأعمال التركي حسين بصرا